السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إليكم قصة عن متسول بنمط سردي مع الوصف والحوار ذات يوم في تاريقي وبينما أنا راجع من المدرسة إذا بي أرى فتا لم يبلغ العشرة من عمره ثيابه رثة وبالية وجوه شاحب جدا بدت عليه البراء والتعب وحذاؤه ممزق من الأمام وشعره مجعد يمد يده للمرة وهو خجول ينتظر من يشفق على حاله أو يطعمه فمشيت إلى ذلك الفتى وأنا في غاية الحزن وأشفقت على حاله وبدأت أقترب منه حتى وصلت إليه وسألته كما عمرك يا صغير؟ أجاب عشر سنين فقلت ألا تذهب إلى المدرسة؟ رد قائلا لا أدرس فقلت لماذا؟ أجاب وهو حزين أمي توفيت وأبي مريض عاجز ولا أحد يطعمنا اشتريت له المأكلات اللذي دا وتركته يأكل وأخبرته أن ينتظرني حتى أرجع فأحضرت له الثياب مسرعا عفوا ثم طلبت عنوانه لكي أزوره غدا إن شاء الله مع والدي ليتكفل به وبوالده العاجز ومن شدة الفرح غمرت عيناه دموعا ورجع إلى منزله وفي المساء أخبرت أبي بحال الطفل وما دار بيننا أعجبته الفكرة وقال أحسنت التصرف يا ولدي بارك الله فيه غدا إن شاء الله نزول الطفل وأباه وسأتكفل بهما بما رزقنا الله من الخير الوفير وأساعد الطفل ليكمل دراسته وأفرج كربتهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلم مسلما ستره الله يوم القيامة كم كانت فرحتي بذلك وازداد تقديري لأبي وكبر في عيني ثم حمدت الله على عطائه وكرمه وهكذا أنهيت هذه الوضعية إلى المنطقة إن شاء الله لا تنسونا باللايك والإعجاب حتى يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته